موسيقى نشرة الأخبار من الميادين أهلا بكم ونبدأها بالعناوين موسيقى دعوات أممية وإقليمية إلى وقف إطلاق النار بين أرمينيا وإذربيجان بعد إعلان الطرفين دخولهما حالة الحرب موسيقى ماكرون يؤكد استمرار المبادرة الفرنسية في لبنان ويحمل القادة السياسيين اللبنانيين مسؤولية فشل تأليف حكومة إنقاذية اتفاق لتبادل الأسرى بين الأطراف اليمنيين في مونترو وتعين موعد لجولة مفاوضات جديدة نهاية الشهر المقبل قرار ملكي أردني بحل البرلمان ومجلس الأعيان والدعوة لانتخابات جديدة في 22 نوفمبر المقبل أهلا بكم إلى التفاصيل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إذربيجان وأرمينيا إلى وقف إطلاق النار فورا مؤكدا ضرورة استئناف المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى حل سلمي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دعا الطرفين إلى العودة إلى مفاوضات هادفة من دون تأخير وأشار إلى أن جوتاريش سيتحدث إلى كل من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا من جهته أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف عن قلقه الشديد من النزاع القائم في نغورني كارباغ بين كل من أرمينيا وإذربيجان ضريف وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني والإذربيجاني دعا الطرفين إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فورا والبدء بمفاوضات وفق إطار القوانين الدولية أعربت طهران عن قلقها من النزاع العسكري الدائر بين إذربيجان وأرمينيا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادا دعا طرفي النزاع إلى ضبط النفس والوقف الفوري للإشتباكات وبدء المحادثات وأكد استعداد طهران لتقديم كل إمكاناتها من أجل وقف إطلاق النار بين البلدين وبدء الحوار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال أن تركيا ستستمر بالوقوف إلى جانب إذربيجان ضد أي عدوان من قبل أرمينيا أو أي دولة أخرى وفق قوله تركيا متضامنة على نحو كامل مع إذربيجان ولا نزال ملتزمين بدعمها بكل الوسائل الممكنة نحن دولتان متقاربتان جدا في الواقع ونعد أنفسنا دولة واحدة وبالطبع سنستمر في الوقوف إلى جانب شعب إذربيجان وحكومتها ضد أي نوع من العدوان من جانب أرمينيا أو أي دولة أخرى في هذه الأثناء توالت المواقف الداعية إلى ضبط النفس وقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار هذا فيما بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظره التركي مولود شويش أوغلو والأرميني زهراب ناتسكانيان التصعيد العسكري بين أرمينيا وإذربيجان في إقليم قرباغ قال رئيس والوزراء الأرميني نيكول باشنيان نسلوك العدواني التركي كان له مظاهر خطيرة جدا وخاصة خلال أحداث يوليو وما زال مستمرا حتى يومنا هذا إن اندلاع حرب واسعة النطاق جنوب القغاز التي نقف على شفاه الآن يمكن أن تكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها فقد تخرج عن حدود المنطقة وتتسع وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين إن سلوك تركيا الخطيرة له عواقب تدميرية على جنوب القغاز والمناطق المجاورة ويجب على المجتمع الدولي أن يمنع التطور الخطير للأحداث وأن يمنع محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة إذن تطورات ميدانية متسارعة تشهدها منطقة قرباغ الحدودية بين إذربيجان وأرمينيا التي تلوح بينهما نذر حرب بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الجانبين وأدت إلى سقوط عسكريين ومدنيين من الجانبين وقد وصفت الاشتباكات بأنها الأسوأ منذ العام 2016 وذلك في إطار نزاعهم المستمر بشأن نغورني قرباغ وقد تعهد الرئيس الإذربيجاني إلهام عليف الانتصار على القوات الأرمينية فيما أعلنت أذربيجان الحكام العرفية والتعبئة العامة والسيطرة على عدد من مناطق الإقليم لم تكاد نيران الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان تخمد لتندلع من جديد منطقة نغورنو قرباخ المتنازع عليها تشهد تصعيدا جديدا بين الدولتين الحدوديتين الطرفان تبدل الاتهامات ببدء الهجوم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أكد بدء أذربيجان هجوما باتجاه قرباخ ومهاجمتها مناطق مدنية في الأقليم كما أكد رئيس منطقة قرباخ قصف الجيش الأذربيجاني خط التماسي وأهداف مدنية فيما أعلنت وزارة الدفاع في الأقليم إسقاط جيشها مروحيتين أذربيجانيتين وثلاث طائرات مسيرة من جهتها قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجيش قرر إطلاق هجوم معاكس على طول خط الجبهة للرد على ما سمتها الاستفزازات الأرمينية مشيرة إلى أن الجيش الأرميني بدأ عملية استفزاز واسعة نطاقي عبر إطلاق النيران بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية بعد أعلان كل من أرمينيا وأذربيجان التعبئة العسكرية العامة لم تتأخر عن قراف الدخول على خط التوتر مبدية دعمها الكامل لباكو في وجه ييريفان المتحدث باسم الرئاسة التركية قال في تغريدة على تويتر إن أرمينيا بهجومها على المناطق المدنية أخلت مرة أخرى بوقف إطلاق النار وأظهرت وقوفها ضد الاستقرار والسلام أما روسيا فدعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في قراباخ بين الطرفين وبدء المفاوضات من أجل استقرار الوضع مفاوضات لم تنجح سابقا في رأب الصدع المستمر بين الدولتين الحدوديتين الذي يعودوا إلى عقود مضت تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وإذربيجان حول إقليم نغورني قراباخ لماذا تجدد الصراع عسكريا اليوم وإلى ماذا يشير التدخل التركي الكبير والجوهري في دعم إذربيجان هبا محمود والتفاصيل بين سلطانين يحكم إقليم نغورني كراباخ سلطان جغرافي بوقوعه داخل أذربيجان وآخر ديمغرافي بقومية سكانه الأرمينية الأرض المسمات الحديقة السوداء تبدو أشبه بقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة الصراع التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا يعرف بأنه المشكلة المجمدة تتكرر التوترات تستمر لأيام ثم تعود إلى سابق عهدها وتكاد العناصر تتماثل في كل مرة روسيا تحاول التوفيق بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين إذ تدرك موسكو ألا مصلحة لها في حرب على أراضي القوقاز المتاخم أما تركيا فلديها مقاربة أخرى ففي مقابل الموقف الدبلوماسي للدول التي طالبت بخفض حدة التصعيد ترقي أنقرة بثقلها في الصراع وتقف بوضوح مع باكو فإردوغان الذي اختار زيارة نظيره الأذربيجاني بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية يراهن على علي ييف لتحقيق طموحه بنقل غاز أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا والالتفاف على روسيا لذا هو لا يتردد في دعم أذربيجان في حربها مع أرمينيا إيران بدورها تحاول التوسط لحل النزاع سلميا فالمنطقة تمثل أهمية استراتيجية لها حرص طهران على أداء دور الوسيط المحايد لا يلغي ميلها لأرمينيا في مسألة كارابخ تحديدا فإيران تنظر إلى ياريفان باعتبارها شريكها الاستراتيجية الأول في جنوب القوقاز وما يعزز ذلك التحالف القوي بين أذربيجان وإسرائيل عسكريا وأمنيا وهو ما يقلق إيران بطبيعة الحال وسط هذا التصور الإقليمي قد يساعد الصراع بين البلدين تركيا على تعزيز نفوذها كما تعد إسرائيل المستفيد الأول من اندلاع الحرب بينهما وفي المقابل تحقق صيغة لا حرب ولا سلام نوعا من التوازن لبقية الدول في الملف اللبناني دان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية برمتها وعلى رأسها الرئيس اللبناني ميشيل عون وفي مؤتمر صحفي خصصه للملف اللبناني قال ماكرون إنه يشعر بالعار لأجل الشعب اللبناني بسبب الزعماء الذين يحكمونه وأكد أن العقوبات على لبنان ليست حلا في الوقت الحالي أدين كل الطبقة السياسية في لبنان وعلى رأسها الرئيس ميشيل عون الذي آمل أن يتبنى المبادرة الفرنسية وأتمنى بالتعاون مع جميع المسؤولين أن يتم تأليف حكومة ذات مهمة لأننا رأينا ماذا فعلت الحكومة السياسية التي شكلتها الأحزاب في الفترة الماضية هذه التشكيلة لا تعطي أي نتيجة إن المفتاح في هذا الإطار هو تأليف حكومة مهمة تقوم بالإصلاحات ماكرون حمل المسؤولين اللبنانيين مسؤولية الفشل في تأليف حكومة جديدة وإجراء الإصلاحات وقال أن الثمن سيكون باهظا القوى اللبنانية حرصت على مصالحها الحزبية والشخصية على حساب مصلحة لبنان وحالت دون تشكيل حكومة وسمحت للقوى الخارجية بالتدخل بالشأن اللبناني بدلا من أن يستفيد لبنان من المساعدات الدولية المسؤولون اللبنانيون لم يحترموا تعهداتهم أمام فرنسا والمجتمع الدولي لقد قرروا أن يخونوا هذا الالتزام وسعد الحريري أخطأ عندما أضاف طابعا طائفيا على تشكيلة المقترحة للحكومة اللبنانية ولكنه قرر لاحقا تقديم تنازلات وقدرنا ذلك الرئيس الفرنسي اعتبر أن تأليف حكومة لبنانية من دون الطائفة الشيعية أمر غير واقعي وفي المقابل اتهم حركة أمل وحزب الله بأنهما لا يريدان التغيير ماكرون أضاف أنه لا يمكن لحزب الله أن يكون جيشا ضد إسرائيل وميليشيا في سوريا وحزبا يحظى بالاحترام في لبنان بحسب تعبيره لقد رأيت أن حركة أمل وحزب الله قرر أنه لا ينبغي أن يتغير أي شيء في كل مرة قال نحن سنقوم بتعيين وزرائنا ولستم أنتم من يقوم بتعيينهم الرئيس نبيه بري قال أن هذا شرط من حزب الله وسألته من يقرر ما حصل هو إرادة حركة أمل وحزب الله علما أننا جلسنا معهم وتعهدوا بالالتزام بخارطة الطريق وفي ملف آخر قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أن الحريري غير مرشح لتأليف الحكومة الجديدة مشيرا إلى أنه باقا على موقفه الدعم لمبادرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان واشنطن تعترف بإنفاق مليارات الدولارات لمواجهة حزب الله حلفاؤها الإقليميون والدوليون اتبعوا الطريقة نفسها فأين ذهبت هذه الأموال وهل تمكنت من تحقيق أهدافها حسين السيد والتفاصيل كوان إقليمية وغربية كبرى يشغلها حزب قوامه عشرات الآلاف تلقى القوى أنفقت أموالا طائلة لتشويه صورة حزب الله وقلب بيئته ضده وواشنطن لم تتوانى عن تخصيص عشرة مليارات دولار لمواجهته الأمر لا يتوقف هنا فحلفاء واشنطن أنفقوا مبالغ قد تكون مواثلة للهدف نفسه هذه الأطراف حاولت إنشاء واستمالة جمعيات وشركات ووسائل أعلام وشخصيات لتشويه صورة المقاومة وأنفقت مبالغ طائلة في الانتخابات النيابية لتقليص تمثيل الحزب في البرلمان وكسب الأكثرية لخصوم الحزب السياسيين منذ العام 2005 وبعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري حاولت هذه الأطراف الزجة باسم حزب الله واستحدثت لهذا الهدف محكمة دولية كلفت لبنان مئات مليون الدولارات الشرق الأوسط الجديد كانت كلمة السر لبدء حرب إسرائيلية للقضاء على حزب الله تبعها تحريض واسع داخليا وخارجيا وصولا إلى العام 2013 عندما أعلن الحزب دخوله الحرب ضد الإرهاب في سوريا ليصنف بعدها إرهابيا وعملت هذه القوى على محاصرة لبنان ومنعه من اتخاذ خيارات تنهض به من أزمته الحالية حملة ممنهجة مستمرة في فرض عقوبات أمريكية على شخصيات تابعة للحزب وحليفة له بالتزامن مع محاولات أمريكية سعودية إماراتية لتعطيل المبادرة الفرنسية واتهام حزب الله وحلفائه بذلك ومحاولة عزله داخليا وخارجيا لكن النتائج أتت عكسية بدليل أن المقاومة لم تخسر الانتخابات الأخيرة وبالتوازي لم تثمر الأموال التي ضخت في تحقيق الأهداف ما يعني انتصارا للمقاومة وإثباتا لقدرتها على الصمود وتماسك بيئتها فالبيئة الحاضنة تعد رأس الحربة في المواجهات تماما كما حصل من قبل مع قوى المقاومة في كوبا وفنزولا وغيرهما حيث تمثل البيئة حصنا منيعا بوجه المؤامرات إلى العراق حيث أكد الرؤساء والعراقيون الثلاثة برهم صالح ومصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي أنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية ودعت الرئاسات والثلاث إلى حصر السلاح بيد الدولة وإلى منع استهداف البعثات الدبلوماسية الأمين العام لحركة النجبة أكرم الكعبي قال إن المقاومة موقفها إن سكت جميعهم خصوصا أن الأسلحة الدقيقة دخلت إلى الخدمة فيما اتهمت حركة عصائب أهل الحق سفارة الأمريكية بأنها تقوم بتجنيد قادة الأجهزة الأمنية وكبار ضباط الأمن والدفاع أصدر زعيم حركة النجبة أكرم الكعبي بيانا بشأن استهداف البعثات الأجنبية أكد فيه أن فصائل المقاومة لا تستهدف السفارة الأمريكية بسبب وجود الكثير من الكيانات المدنية والحكومية حولها من جهة أخرى أكدت مصادر عراقية أن تهديدا أمريكيا مصدره الوزير مايك بومبيو وصل إلى بغداد مفاده التلويح بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد إذا تكرر القصف عليها عبدالله بدران والتفاصيل الأمريكيون هم من يفتعلون الهجمات الممنهجة ضد المدنيين بحسب اتهام الأمين العام لحركة النجباء العراقية أكرم الكعبي الكعبي في بيان المطول كان ضمن قادة الفصائل العراقية التي أعلنت براءتها من تهم أمريكية بالوقوف خلف هجمات استهدفت البعثات الدبلوماسية لكنه زاد بتوصيف السفارة بالمعسكر الضخم تصعيد الكعبي جاء ضمن سلسلة استنكار استهداف البعثات الدبلوماسية أطلقها الحجد وحلفائه وفصائل عراقية إضافة لدعوة زعيم التيار الصدري إلى تأليف لجنة تحقيق في هذا الشأن التطورات العراقية أعقبت ما جرى تسريبه من رسالة منسوبة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قيل أنها حملت تلويحا لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد إن لم تعالج مشكلة الصواريخ المجهولة هذه السفارة استخدمت وكرا للتجسس والمؤامرات وزر الفوضى من خلال دعم جهات مشبوهة لخلق فتنة في داخل العراق التلويح الأمريكي الذي عد رسالة نافرة وغير متوقعة أعاد إلى الواجهة مشروع القرار النيابي المتعلق بمغادرة القوات الأمريكية الأراضي العراقية لحد هذه اللحظة ودماء قادتنا وأعزائنا وشهدائنا ما زالت تهين كرامتنا لأننا لم نستطع لهذه اللحظة أن نصل إلى كرامة الشهداء الذين قضوا ظلما وعدوانا على هذه الأرض من قبل القوات الأمريكية الغادرة ضغط النيابي إطاره قانوني مضمونه مواجهة قديمة تتجدد فخصوم واشنطن وإن أعلنوا البراءة من استهداف السفارة فإنهم يصرون على إعادة الكرة إلى ملعب واشنطن وحلفائها عبر ضرورة إنفاذ قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق أو مواجهة التلويح بالتلويح عبدالله بدران بغداد الميادين أكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء فراس الياسر أن الوجود الأمريكي في العراق مرفوض ويجب إنهاؤه وشدد الياسر على تأييد الحركة لأي عمل يستهدف الأمريكية في العراق نعلم أن الولايات المتحدة تريد جرى العراق لقضيتين رئيزتين الأولى هي محاولة لوي عنق العراق من أجل القبول في قضية التطبيع والقضية الثانية هي محاولة محاصرة كل محور المقاومة لا فيما الدمهورية الإسلامية وفضائل المقاومة في العراق لذا وصلنا اليوم إلى مرحلة إننا نؤيد كل عملية حسكرية تستهدف المحتل الأمريكي في كل امتداد جغرافية العراق الياسر أكد أن فصائل المقاومة لن تقبل أي محاولة تغيير في تركيبة الحجد الشعبي وشدد على طمأنة الحكومة العراقية إلى أن الفصائل لا تسعى إلى إحداث أي شرخ في الدولة محاولة الولايات المتحدة التقنع والتخفي بفكرة البحثات الدبلوماسية ومحاولة توجيه أصابع الابتهاب إلى فصائل المقاومة إنهم يستهدفون المؤسسات الدبلوماسية نوجه خطابنا إلى الحكومة العراقية لم تعتقم فصائل المقاومة والحجب الشعبي بإيجاد أي شرخ مع مؤسسات الدولة أو إيجاد أي اجتباك بكل المستويات مع أي جهة أمنية أو أي شريحة من شراح المجتمع العراقية هذا وكشفت مصادر دبلوماسية عراقية مطلعة للميادين عن عزم واشنطن على إغلاق سفارتها في بغداد المصادر أكدت أن أمريكا أبلغت حلفائها بأن قرار إغلاق السفارة بات محسوما وأكدت أن قرار الإغلاق قد يعلن قريبا ولم تستبعد المصادر أن تتراجع واشنطن عن قرارها في حال أعادت تقييم موقفها في العراق خرجت مسيرة مواكب سيارات في العاصمة البريطانية لندن تأييدا وتقديرا لتضحيات الحجد الشعبي في العراق ضد التنظيمات الإرهابية المتظاهرون رفعوا أعلام الحجد الشعبي العراقي ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الشعبية وأخرى منددة بالدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية نحيي السيد السستاني على هذه الفتوى الفتوى اللي هي كون بها الحجد الشعبي نحن حاليا في لندن وتشوفون هذا الجمع الغفير الكل مؤيدة للحجد الشعبي المحاولات الداخلية تجي من بعض العراقين أنفسهم نفسهم وهذا شيء مؤسف ومغسي بالحقيقة ولما يكون أنه أحد حررك من داعش أنه تجي تتهمة بالإرهاب وبالعنصرية وبالطائفية سنمر على السفارة الأمريكية نقول لها العراق لن يطبع ما حدث من تطبيع هو تطبيع سياسة من تطبيع شعوب العراق مع الحجد الشعبي كل العراق من جنوبه إلى شماله مع الحجد الشعبي إياكم أن تجربوا حظكم مع الحجد الشعبي فجربتم في اليمن وجربتم في سوريا وجربتم في لبلان وجربتم في ماكن أخرى وفشلتم قالت وكالة تسنيم الإيرانية أن حرس الثورة أزاح الستارة عن صاروخ ذو الفقار بصير الباليستي البحري في معرض للقوة الجوفضائية الوكالة أشارت إلى أن مدى الصاروخ يصل إلى 700 كم هذا ويضم المعرض مجموعة من الصواريخ والتقنيات العسكرية التي توصل إليها الحرس القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أكد أن طهران لن تسمح لأي عدو بالاعتداء عليها وأمام مجلس الشورى الإيراني لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس قال موسوي إن الأمن الذي تتمتع به المياه الإيرانية هو أمن محلي ناتج عن جهود أبنائها على عكس الكثير من دول المنطقة التي تستقرض أمنها اليوم الأمن الذي تتمتع به المياه الإيرانية هو أمن محلي ناتج عن جهود أبناء هذه الأرض على عكس العديد من دول المنطقة التي تستقرض أمنها المياه الإيرانية أمنة ولا يمكن للوجود الاستعراضي لقوى الاستكبار والهيمنة بقيادة الولايات المتحدة أن يقوض هذا الأمن القوي سنستمر في الدفاع عن بلادنا بالاعتماد على قدرات الشباب وقوة الدفاع المحلية في جميع القطاعات في سوريا تشهد أرياف درعى حوادث أمنية واستهداف لحواجز عسكرية وشخصية من ضوية في إطار المصالحات وفي محاولات إرباك لمؤسسات الدولة في ظل الحصار الأمريكي والضائقة المعيشية محمد الخضر والتفاصيل لا يكاد يمر يوم إلا وتسجل محافظة درعى حادثا أمنيا استهدافا لحواجز الجيش السوري وشخصيات اجتماعية فاعلة وحتى لعناصر ضم للتسويات والمصالحات أكثر من عامين على اتفاق التسوية لم تنهي نشاطات خلايا نائمة تحاول ضرب جهود تكريس مناخات الاستقرار والبناء والأخطر توقيتها في ظل ضائقة معيشية قاسية تقوم هناك خلايا نائمة موجودة مرتبطة لا زالت بالخارجي هنا وراء هذه الأحداث الموجودة في درعى تنظيم العالمي الأخوان المسلمين والأخوان المسلمين المجموعات النائمة من الأخوان المسلمين تريد أن تعمل شيء من حال ضرب المصالح الوطنية التي نجحت في درعى واقع يضغط على المجتمع المحلي في تطلعه للخروج من تبعات الحرب دعوات لحسم انتشار السلاح بين مسلحي الأمس المنتشرين في رفي المحافظة الشرقي والغربي في ظل موقع المحافظة قرب الجولاني والحدود الأردنية بالطبع هناك عوامل خارجية كما نقول بقايا غرفة الموك إسرائيل التي احتضنت أكثر من خمسة ألاف حدا إرهابي مع وائلهم وسيارتهم إلى بريطانيا هذه واضحة هؤلاء الإرهابيين كانوا موجودين في الكيان الصهيوني على الحدود السورية واللي كانوا يأتمروا بغرفة العمليات الصهيونية مصادر محلية تشير إلى تسجيل مئات محاولات الاغتيال والتفجيرات بعبوات ناسفة خلال الأشهر الأربعة الماضية ما يشي بوجود خطة منظمة لإرباك المحافظة الجنوبية تفجير الجنوب السوري مخطط ليس جديداً جهات إقليمية بما فيها الإسرائيلية ركزت عليه لإرباك مؤسسات الدولة وأولاها العسكرية في جغرافيا متاخمة للجولان وبالاستناد هذه المرة إلى ظروف الحصار والضغط الكبير على معيشة السوريين محمد الخضر دمشق الميادين هذه الأخبار من الميادين مستمرة لكن بعد فاصل قصير من جديد أهلاً بكم اتفق الأطراف واليمنيون بعد ثمانية أيام من المحادثات في سويسرا على إطلاق سراح ألف وواحد وثمانين أسيراً من الطرفين على أن تتم عمليات التبادل قبل منتصف الشهر المقبل كما اتفقوا على جولة جديدة لإطلاق كل الأسرى والمعتقلين نهاية الشهر المقبل موسى عاصي والتفاصيل ثمانية أيام من المحادثات في هذه القرية الجبلية المطلة على مدينة مونتروس ويسرية انتهت باتفاق مفصلية في قضية الأسرى والمعتقلين اليمنيين لدى طرفية صراع يقضي بالإفراج عن ألف وواحد وثمانين معتقلاً في غضون إسبوعين فقط المحادثات انتقلت فور اختتام مؤتمر المبعوث الأممي مارتيني جريفث لوضع التفاصيل الفنية بين الطرفين والصليب الأحمر الدولي للتواريخ وأماكن عملية التبادل هذا اليوم هو يوم مهم لأكثر من ألف عائلة تتطلع لاستقبال أحبائها قريباً جداً كما آمل أحث الطرفين على المضي قدماً وفوراً على تنفيذ الإفراج وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم للاتفاق بسرعة على الإفراج عن المزيد من المحتجزين وفد حكومة صنعاء رأى في الاتفاق خطوة مهمة في الطريق الصحيح لكنها لم تكن على قدر التوقعات طبعاً نحن لم نكن لدينا مانع من إطلاق ناصر منصور هادي الذي شمله اتفاق عمان وكنا على استعداد لإطلاق صراحه لو أن الطرف الآخر أتى بالقائمة المتفق عليها في عمان في مقابل هذا الشخص لكن الطرف الآخر لم يستطع أن يأتي بهذه القائمة التي تم التوافق عليها نتيجة الخلافات الموجودة بينهم وفد حكومة هادي تمنى أن يجري الاتفاق على الإفراج عن الشخصيات الأربع التي يطالب بها وبينها شقيق عبدرب منصور هادي في الجولة المقبلة نتمنى أن نكون في الجولة القادمة التي حددها أن تكون نهاية الشهر القادم إن شاء الله لمناقشة إطلاق بقية الأسرى والمعتقل وصولاً إلى الكل مقابل الكل بما فيهم الأربع المشمولين بقرار مجلس الأمن وبرغم أجواء التفاؤل التي سيطرت على محادثات مونترو تبقى العبرة في إتمام عملية التبادل وخصوصاً أن اتفاقات جرت خلال الأشهر الماضية في العاصمة الأردنية عمان ولم تجد طريقها إلى التطبيق إذا سارت الأمور بحسب اتفاق مونترو وأفرج عن الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين في الوقت المحدد فأن مارتيني جريفث يكون قد حقق إنجازه الفعلي الأول بعد فشل محاولات دامت نحو سنتين عقب مؤتمر ستوكولم موسى عاصي من أعالي جبال مونترو في سويسرا الميادين كشفت معلومات خاصة حصلت عليها الميادين عن منح حكومة صنعاء تصريحات دخول لفريق أممي سيرافقه فريق حكومي من صنعاء لصيانة وتقييم خزان صافر العائم في الحديدة غرب اليمن بناء على اتفاق يمني أممي جرى في السويد تقرير أحمد عبد الرحمن والتفاصيل بعيدا من السعودية وحكومة هادي اتفاق يمني أممي لإنهاء تهديدات خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في الحديدة غرب اليمن اتفاق تفيد معلومات الميادين بأن حكومة صنعاء منحت بموجبه تأشيرات دخول لثمانية عشر خبيرا أمميا يرافقهم فريق حكومي لصيانة وتقييم السفينة الراسية بحمولة تتجاوز المليون برميل من النفط الخام منذ بدء الحرب على اليمن من دون صيانة دورية ما جعلها خطرا إقليميا ودوليا تمت الموافقة على عدد من الأسماء وليس كل الأسماء وكذلك ما يتعلق بالأجهزة والمعدات التي سيحضرها هذا الفريق وأتوقع خلال الفترة القادمة أن تكون هناك خطوات متسارعة لتقييم الوضع الحالي للسفينة وفي نفس الوقت القيام بالصيانة ولو الصيانة الجزئية تحركات سعودية استبقت الاتفاق الثنائي تمثلت في شكوى رسمية قدمتها الرياض عبر سفيرها في الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن عن وجود تسرب على بعد ثلاثين ميلا من الساحل اليمني من دون أن تقدم إثباتا عمليا على صحة ذلك يقول خبراء في البيئة هذا الاتفاق تكون أهميته في كونه يؤسس لانطلاق أولى نحو السلام الذي ينتظره الكثير من اليمنيين وتفضي صيغة الاتفاق إلى إفراق الشحنة التي شكلت تهديد للبيئة البحر الأحمر والبيئة اليمنية إلى خزانات أخرى قد تكون تابعة للسلطات في صنعاء الاتفاقيات تتويجا للقاءات بدأت من بعد في صنعاء وانتهت في السويد وجاء بعد سنوات من الشد والجذب والضغوط السعودية على صنعاء لإخراج السفينة صافر إلى دولة أخرى واتخاذها ذريعة لتضييق الحصار على الشعب اليمني وتحقيق بعض ما فشلت به حربها لا بهدف صيانتها ومنع كارثة بيئية لن تقتصر أضرارها على اليمن فقط بعد منحها تصاريح الدخول للخبراء الأمميين تنتظر حكومة صنعاء اختارا أمميا باستكمال الاستعدادات لدخول فريقها الخاص بصيانة خزان صافر وتقييمه أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني قرارين ملكين يقضيان بحل مجلس النواب ومجلس الأعيان قرار ملك الأردن يأتي بعد انتهاء فترتين مجلس النواب والأعيان الدستورية وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية التاسعة عشرة في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل شهد قطاع غزة إضرابا شاملا احتجاجا على استشهاد الأخوين الصيادين الزعزوع فصائل المقاومة الفلسطينية دانت إطلاق الأمن المصري النار على الصيادين الشهدين محمود وحسن الزعزوع على الحدود الفلسطينية المصرية محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن إطلاق النار هذا وجرى تشيع الصيادين الشهدين على وقع الهتافات ووسط حالة من الحزن الشديد عمت في غزة اشتركوا في القناة يا قدسنا الأبية لن نترك القضية يا قدسنا الأبية لن نترك القضية باتت نهجا على ألسنة البحرينيين أيام الغضب الشعبي مستمرة في الليل والنهار أسبوعان فلم تهدأ حنجرهم ولم تتعب قدامهم ولم ترتخي أيديهم الرافعة شعارات محقة وثابتة في شوارع البحرين سقطت تطبيع مع إسرائيل رسالة الشعب وصلت للعالم بأكمله يقول البحرينيون تطبيع النظام البحريني مع قتالة أطفال فلسطين لا يمثلون ومع كل فرصة يؤكدون بكل الأساليب المتاحة أنهم لن يتخلوا يوما عن قضية الأمة فلسطين فالميدان هنا يشهد المسيرات المنتفضة في وجه التطبيع تتواصل في مختلف المناطق أبو قوة والدراز والمعامير والهملة أشعلت نيران غضبها وأعلنت البراءة من تطبيع النظام مؤكدة عدم شرعيته خط البحرينيون على جدرانها شعارات مناهضة فلا أهلا ولا سهلا بالمطبعين والإسرائيليين في بلادنا وفي الخارج حمد بن عيسى الذي سار عكس توجهات شعبه تحول إلى خائن عالم إسرائيل في مكانه الطبيعي في مكبات القمامة في البحرين هذا هو المكان الذي يليق بسفارتهم يقول البحرينيون اليوم وقد عصفت مناهج ما قبل التطبيع وبعده بالكثير من القيم المشرفة والثابتة المفروسة في قلوب البحرينيين الأوفياء لفلسطين يشعر اليوم أهالي البحرين أن فلسطين هي الأمانة التي تبقت في أعناقهم كدين ثقيل يدينون به لأطفالهم هذه خريطة فلسطين كل قطعة فيها أغلى من الأخرى كل جزء فيها ناله الاحتلال والتهويد والذبح والتطيير العرقي يسأل أهل البحرين اليوم ترى أي قطعة من هذه لم يتنازل عنها المطبعون باعترافهم بإسرائيل منع أبو ظبي الشاعرة الإماراتية ضبيا خميس من السفر وتهديدها كما أعلنت على حساباتها في وسائل التواصل يكشفان خشية حكام الإمارات من تصاعد ونمو الاعتراض على سياساتهم وينذران بما ستقول إليه حالة المعترضين على التطبيع مع إسرائيل من ملاحقات وقمع لا سيما ضد النخب والمثقفين لما كان للاعتراض أو الاحتجاج في دول تحكمها العائلات فالبشر والحجر والمستقبل رهن إرادة الحاكم حيث يمسي المواطن ويصبح على مزاج أولي الأمر والأسيام في التعبير عن الرأي فإذا اختلفت رؤيته وتحليله عن توجه السلطة قيدت حياته وحرم حقوقه المدنية والسياسية منع الشعيرة والأدبة والديبلوماسية السابقة الإماراتية ضبيا خميس من السفر وإحاطتها بأجواء التهديد والتحريم بأكورة مرحلة قمع وتقييد لكل اعتراض أو تجرؤ على انتقاد الاتفاق مع إسرائيل في نظر أبو ظبي كسرت الشعيرة ضبيا صاحبة الحضور والدور الثقافيين المحرب وتقدمت المعترضين على التطبيع وأعلنت الحداد على العروب موقف صارخ في وطنيته وعروبته يتوج رحلة ضبيا خميس مع الاعتقال والملاحقة شأنها شأن المثقفين والأكاديميين الشجعان في الخليج ولسيما في الإمارات والسعودية حيث يقمع الصوت الآخر ويعاقب المعترض قبع ضبيا خميس ومعاقبتها ليس استثناء بل نموذج لمألا إليه واقع النخب الثقافية التي تخرج عن طوع الحاكم وترفض مشاريعه وطموحاته المناقدة لمصالح شعبه في سياق آخر يكشف الإجراء الظالم بحق الشاعرة خميس زيفا ووهنا مشاريع حكام أبوظبي في دعم ومساندة وحفظ المثقفين مشاريع غلفت بمهرجانات وجوائز ومكرومات مالية سرعان ما تبين أن هدفها رشوة المثقفين وحجدوا انتاجاتهم وأصواتهم لحظة الحاجة إلى شرعية ثقافية للتخلي عن قضايا الأم الدخول الإسرائيلي في إغلاق شامل ومحكم بسبب انفلات عداد الإصابات بالكورونا الذي تجاوز عتبة الثمانية ألاف مصاب في يوم واحد فتح باب السجال الداخلي على مصر عيه وصب الزيت على نار الخلافات المتتالية بين مكونات الاتلاف الحكومي علي فقيه والتفاصيل فشل الحكومة الإسرائيلية في احتواء جائحة كورونا أقر به حتى رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو بالصوت والصورة حين أشار إلى تسرعه في إعلان النصر على كورونا بعد الإغلاق الأول بين شهري آذار مارس ونيسان أبريل الماضيين الأمر الذي وضع برأي مراقبين إسرائيل أمام إغلاق تام وشامل خلال فترة الأعياد اليهودية إقرار نتنياهو بالفشل أتى في ظل مؤشرات متزايدة على أن إصراره على فرض الإغلاق الشامل رغم اعتراض الجهات الطبية والاقتصادية الأرفع في إسرائيل إنما جاء الاعتبارات شخصية تتعلق بوضع نتنياهو القضائي وبهدف لجم التظاهرات المتواصلة ضده وفيما يصر حزب الليكود على لجم التظاهرات بذريعة أنها بؤر لتفشي كورونا ويتجاهل صلوات وأعرس الحريديم الحاشدة يسد حزب أزرق أبيض الطريق عليه رافعا شعار الدفاع عن الحريات ويؤكد أن حلم نتنياهو ليس القضاء على الجائحة بل القضاء على التظاهرات ضده حرب الليكود على التظاهرات لم تقتصر على محاولات فاشلة لتمرير قوانين تمنعها في ظل الإغلاق بل تعده إلى التهديد بإعلان حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة صلاحية استخدام القبض الحديدية ضد المتظاهرين وبدلا من أن يخفف السجال السياسي والمهني من وهج التظاهرات أعطاها زخما إضافيا وسجلت تظاهرات عديدة في ظل الإغلاق ومنع التنقل وجرى توسيع مروحة الاتهامات والانتقادات لنتنياهو لتشمل إلى جانب الفساد السلطوي اتهامه بسوء إدارة أزمة كورونا واتخاذ قرارات صحية بدوافع سياسية كما اتهموه بفرض الإغلاق الشامل وتدمير الاقتصاد بهدف واحد هو منع تنظيم التظاهرات ضدها في تصريح لافت أعلن النائب الأول لرئيس المجلس السيادية السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميدتي أن السلطة الانتقالية في بلاده فشلت وأن الشعب لم يفوض أحدا ليحكمه كيف سينعكس هذا التصريح على الصراع الداخلي في السودان وعلى وضع السلطة الانتقالية المرحلة الانتقالية في السودان تواجه تحديا جديدا على وقع قسام واضح بين مكوينيها العسكري والمدني ففي تصريح لافت لناحية التوقيت اتهم النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقل حميدتي السلطة الانتقالية بالفشل قائلا إن الشعب لم يفوض أحدا ليحكمه لا عبد الفتاح البرهان ولا قوى الحرية والتغيير كلام حميدتي تضمن دعوة الشعب على نحو صريح إلى التحرك عبر مطالبته بعدم التزام الصمت لأن جماعة تسيادت المشهد واستحوذت على كل شيء فهل يكون الشارع على موعد مع جولة جديدة من الصدمات في ضوء مشهد تخبط سياسي منذ إطاحة البشير وضع قادة المرحلة الانتقالية نصب أعينهم التحرر من العقوبات الاقتصادية ورفع اسم البلاد من قائمة الدول الرعية للإرهاب للانطلاق نحو التنمية وتلبية متطلبات الشارع دخلت واشنطن على الخط عبر تلويحها برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل وجاءت زيارة البرهان إلى الإمارات في هذا الإطار هنا برز خلاف عميق داخل أروقة السياسة السودانية حيال المضي قدما نحو الاتفاق مع تل أبيب من عدمه فالجانب العسكري يريد التطبيع لتحقيق مكاسب سياسية وتثبيت أقدامه في السلطة فيما يريد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التنصل من أي مسئولية عن هذا التطبيع فإلى متى ستصمد السلطة الانتقالية أمام إغراءات واشنطن لركوب قطار التطبيع أسوة بالإمارات والبحرين وهل يرمي الخلاف المستجد داخل هذه السلطة لإقصاء أي طرف رافض للتطبيع؟ أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية أنها ستشارك في الاستفتاء الشعبي المنتظر حول تعديل الدستور وستصوت بلا على المشروع فيما انتقدت أحزاب معارضة أخرى التعديل المفروض بالقوة بحسب وصفها سفيان مراكشي والتفاصيل في صف رافضي تعديلات دستورية اختارت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية تمثيلا في البرلمان أن تصطفى لم تحجم عن المشاركة في الاستفتاء لتعبر صراحة عن نيتها إسقاط التعديلات التي مست مسودة الدستوري وأثارت نقاشا سياسيا واسعا في البلاد الدولة طبعا نعم ولا من سيستخدم هذه لا إن لم تكن هناك فعلا أحزاب مقتنعة بأن الدستور جاء بإيجابيات وجاء بسلبيات رشحت أن ما كانت تنتظره من وجهة نظرها نحن بالنسبة إلينا مثلا تكلمنا عن دستارة بيان أول نوفمبر تكلمنا عن اعتبار الشريعة الإسلامية أو الإسلام هو مصدر التشريع في الجزائر مع اقتراب موعد الحسم توجهت جبهة تحرير الوطني صاحبة الأغلبية البرلمانية استعراض قوة قواعدها الحزبية التي تراهن عليها لترجيح الكفة لمصلحة تمرير الدستور ستستنطق الصناديق الصناديق الاختراع الذي سيكون البطل فيها هو الشعب الجزائري وليس الأحزاب كل حزب هو سيادي في اتخاذ القرارات التي أرى مناسبة وجزائر بلد ديمقراطي جمعية المجتمع المدني استبقت المخاض الحزبي وشرعت في حجد المنتسبين إليها فهي تعد نفسها البديل الواعد للأحزاب السياسية المتصارعة المجتمع المدني اليوم مهمته في عملية الدستور تحسيس وتوعية وانتخاب هو التوجه أولا للمجتمع المدني لنشر الثقافة القانونية ثم التوجه للمواطنين من أجل إعطاء فضاء أوسع للإلمام بمحتوى الدستور كما جاء وكما نريد أن نطبقه في المستقبل الغائب الأكبر عن النقاش المحتدم هو الشارع الجزائري الذي يبدو منعزلا سياسيا وينتظر الرد عبر الصندوق إعلان حركة مجتمع السلم رفضها التعديلات الدستورية سيفتح جدلا قانونيا وسياسيا بشأن السيناريوهات المطروحة إذا رفض الجزائريون التعديل الدستوري فالاستفتاء المرتقب هل سيبقى الرئيس تبون دستور أبو تفليقة أم سيحل البرلمانة ويطرح تعديلا آخر سوفيان مراكش العاصمات الجزائرية الميادين نذكر بأبرز ما جاء في النشر من عنوين دعوات أممية وإقليمية إلى وقف إطلاق النار بين أرمينيا وإذربيجان بعد إعلان الطرفين دخولهما حالة الحرب ماكرون يؤكد استمرار المبادرة الفرنسية في لبنان ويحمل القادة السياسيين اللبنانيين مسؤولية فشل تأليف حكومة إنقاذية اتفاق لتبادل الأسرى بين الأطراف اليمنين في مونترو وتعين موعد لجولة مفاوضات جديدة نهاية الشهر المقبل قرار ملكي أردني بحل البرلمان ومجلس الأعيان والدعوة لانتخابات جديدة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية للمزيد من الأخبار والتفاصيل شكرا جزيلا للمتابعة نلتقي على رأس الساعة المقبلة في موجز الأخبار في أمان الله اشتركوا في القناة